وفي أبديت لليوم مفاتيح جديد للسعادة ورفاهية نفسية فقد نشر دراسة حديثة أن الشغف المتوازن والتحفيز الذاتي لهما دور أساسي في تحقيق السعادة والوصول للرفاهية النفسية حيث بيّنت الدراسة أن الأشخاص الأسعاد هم الذين ينغمسون بشغف في الأنشطة التي يستمتعون بها حتى في المهام الأقل متعة مثل الأعمال المنزلية وطرحت دراسة سؤالاً أساسياً وهو لماذا يكون بعض الناس أكثر سعادة من غيرهم وتوصل الباحثون إلى أن السعادة يمكن أن تتأثر بعوامل متعددة تتروح من البيولوجيا للظروف الاجتماعية بالإضافة لكيفية تفاعل الأفراد مع الأنشطة اليومية وطريق التعاملهم مع الجوانب الممتعة وغير الممتعة في حياتهم ونصحت دراسة المشاهدين بضرورة أن تكون شغوفاً بشيء واحد على الأقل وإذا أمكن بأكثر من شيء في الحياة خاصة إذا كان الشغف متناغماً بطبيعته مع القدرة على التنظيم والضبط الذاتي لنشاطاتك وأوقاتك الأمر الذي يفتح أفقاً جديدة لفهم السعادة والوصول لحياة مليئة بالرضا والازدهار وفي آخر ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين السعقة تضرب قوساً أثري في روما فقد تعرض قوس قسطنطين قرب معلم أثري في روما لأضرار بسبب السعقة ضربته خلال عاصفة عنيفة تخلى لها هطول أمطار غزيرة على العاصمة الإيطالية ويبلغ ارتفاع قوس قسطنطين 25 متر تناثرت منه أجزاء كثيرة سقطت أرضاً بعد السعقة وعمدت السلطات إلى جمعها فوراً ووضعها في مكان آمن وأفادت السلطات المحلية بالبدء بتقويم الأضرار وأيضاً الاستمرار بالتحليلات التي أدت لتحطيم جزء من المعلم الأثري الذي يعود عمره لألاف السنين في ظاهرة هي الأولى من نوعها في روما وقد شيد قوس النصر هذا تمجيداً للإمبراطور قسطنطين عام 315 ميلادي للاحتفالي بانتصاره في معركته ضد منافسيها أما الآن مشاهدينك كالعادة مع ريشة رسمي الكاريكاتور لهذا اليوم أكذا رأينا الصحافة اليوم بعيوننا إلى اللقاء